السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض حل نمازج كتاب المعاصر للمراجعة النهائية لومة الخمسة عشر نموذج. اللي تم نشرهم مجانا موجود الرابط في الوصف اسفل الفيديو. النمازج ديت طبقا لاخر المواصفات. فيها اسئلة تفكير نجدي خاصة بالقصة بتاعتنا. اللي هي وطبعا واحنا بنحل زي ما احنا متعودين بنقول السبب بتاع الحل وبنقول معاني الكلمات. ممكن نستشهد بسكرينات خاصة بالقواعد اللي موجود في الامنحان اللي احنا بنحله. وبنعلى على كل التريكات اللي موجودة فيه. يبقى انت بتراجع وبتحلي في نفس الوقت. ولما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي الروابط في الوصف اسفل الفيديو. مع ملفات بديف هدية خاصة بكل اجزاء المنهج. سواء كانت الكصة بتاعتنا او الترجمة اللي اختيار او الاسي المقال. هتلاقي ملفات بديف حملها هتفيدك جدا. ونشرنا ملفات كتيرة على جروب الواتساب اللي الراب بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. يلا بنا نبدأ مع النموذج الخامس. هناخد دلوقتي اول سؤال او نعمل اسئلة اختر اجابتين من خمسة. نمر وان. هنا بقول احنا واجهنا يعني مشاكل اساسية كتيرة. مضادات بقى كلمة هتبقى ايه? طبعا اول حاجة هنا لما اقول مهم مين اساسي مينر يعني شيء ثانوي ليس اساسي يعني غير طيب غير مهم. طبعا اول واحدة تبقى لتر سي مينر. وطبعا هنا كمان اللي تندل عكس كلمة ماجور. نمر تو العلماء اللهم الرائعين. المبدعين. يعني اجهزة جديدة. طول الوقت عشان يخلوا حياتنا اسهل. او يكتشف. يبدع ويوجد ويخلق. يستكشف. يدعو. يخترع. طبعا لتر بي. وكمان عندنا لتر اي يعني يخترع. الاتنين دول بيدو نفس المعنى. ان العلماء دول بيبتكرهم ويخترعهم اجهزة جديدة طول الوقت. عشان طبعا ساعدنا وتخلي حياتنا اسهل. النوع يتعمل لها سئلة اول سؤال اختار ايجاون اربع. نمر ون. هل تعتقد ان القاهرة هتكون اكبر في المستقبل لما يجيب لي هنا بيكلمنا على وقلنا كلام ده كتير في الاربع المتحانات اللي فاتهم وكمان الاربع محوظات اللي حنانهم. دلوقتي احنا بكتنا معنا في المستقبل البسيط. وبالي هنا هل تعتقد ان القاهرة هتكون اكبر في المستقبل. طبعا بتكلم هنا على ايه? على تنبؤ بدون دليل. فبالتالي هنا يبقى letter C will be. يبقى do you think that Cairo will be bigger. سوف تكون اكبر. نمر 2. he is collecting all the paintings. هو بيقوم الان بتجميع كل الرسومات. which his friend اللي صديقه. يترأول بقى drew. رسمها. had drawn. draws. has drawn. طوعة تتلحبط وخلي بالك من الحتة بتاعة is collecting. زميلة او هو دلوقتي بي ايه? بيجمع الرسومات اللي صديقه ورسمها. طبعا الناس كتير هتقول لي drew. اقول لك سنة واحدة. لما يكون حدث تم في الماضي وله اثر متعلق بالوقت الحاضر. يبقى مضارع تام. is collecting هو لسه الصور موجودة ورسمات موجودة هو بيجمعها. يبقى ده الاثر في مضارع. يبقى مضارع تام. has drawn. طب ليه مش ماضي بسيط يا مصر. الماضي بسيط حدث وانتهى تم وانتهى في الماضي اللي ليس له علاقة بالوقت الحاضر. نمر ثري. this playground not for training. الملعب ده يستخدم من اجل التدريب. خدنا طبعا قادة used to اعتادا. وقولنا used برضو ممكن يكون معناها استخدمها لو كانت مدن مجهول. يطرى الملعب هنا. هيستخدم ولا يستخدم للتدريب? يستخدم للتدريب. يبقى تصريف ثالث يبقى هنا is used. وطبعا four rigora energy. نمر فور. doctors are supposed to help sick people. means الدكاترة. المفترض انهم يساعدهم الناس المرضى. معنى الكلام ده ايه? بدلهم والمفترض انهم يساعدهم الناس المرضى. يبقى هنا they should help sick people. يبقى لتربي لانهم يجب عليهم انهم يساعدوا الناس المرضى. الهدف اصلا من وظفتهم. الغرض من وظفتهم انهم يساعدوا المرضى. نمر five. not yesterday evening. قولي هنا امبارح بالليل. what were you doing? what you were doing? what doing you were? what were doing you? واحدة واحدة لو انت واخد بالك من تكون السؤال هتحلها في ثانية. اولا لتربي what you were doing? ببقيتش صغص تفهمي. لان جاب الفعل قبل الفعل لمساعد خطأ. اللي هي الاخرانية لتر دي. what were doing you? مفروض الفاعل بيجي بعد الفاعل لمساعد. دي برضو خطأ. التالتة هنا. what doing you were? برضو خطأ. يبقى لتر الاجابة الصحيحة. what were you doing? ماذا? كنت مستمرا في فعله بالامس ليلا. number six. I want not bottle of cold water. انا عاوز زجاجة من المياه الباردة. دلوقتي لو قلت ان هجيب انا ازاي ده لازم ان تكون تبدأ بصوت متحرك. طب ذا. ما فيش اي استخدام من ذا هنا. لان لو ذكر كلمة بوتل قبل كده يبقى اجيب ذا. ما ذكرهاش في الجملة. يبقى اول ما اقول الكلام ده واسمه مفرد يبقى هنا letter a. a bottle of cold water. انا اريد زجاجة من المياه الباردة. number seven. a or a not is a steep piece of land or rock. يعني كتعة. هنا steep يعني شديد الانحضار حادة. of land من الارض or rock او الصخور. يبقى هنا سكار اللي هي الندبة. cliff. منحضر صخري. area. منطقة. island. جزيرة. يبقى letter b. منحضر صخري. number eight. the problem was discussed a lot on that. المشكلة تم مناقشتها كثيرا. on the a media. طبعا هنا مقصوب بها وسائل اعلام. room. غرفة. mid. منتصف. middle الوسط. طبعا هتبقى letter a. media وسائل اعلام. number nine. the not decided that. the man was innocent. and they set him free. ايه طبعا اللي قرر ان الرجل ده بريء. وتم اطلاق صراحه. set him free. يعني يطلق صراحه. buy rate. لو القرصان. sailor. بحار. cook. طاهي. magistrate. اللي هو المستشار او القاضي. طبعا لتردي. لو القاضي. number ten. not conclusion. i'd like to thank you for your attendance. اقول لك في الختام. اريد ان ايه. ان اشكرك على طبعا حضورك. احنا عندنا فيه تعبير اسمه ايه. in conclusion. وختاما. number eleven. it's important to lock your house. lock يعني يغلق بالمفتاح. your house before going out. قبل الخروج. the antonym of lock. is. مضاد كلمة lock. lock يعني يغلق. شوت. يصيح. separate. يفصل. open. يفتح. رب يسرك. يبقى. لترسي. open. number twelve. i need help. so i asked my friend to not me a favor. قولك انا محتاج مساعدة. فطلبت من زميلي. يابلك يعمل لي معروف. يعمل لي جميل. يعني يعمل لي خدمة. طبعا. favor هنا بيجي معها ايه. طبعا بيجي معها do. اسمها do. 100 favor. يكون بتقديم خدمة لي. او يعمل لي جميل. زي بنقول. number thirteen. try not the aerial over there. it might work حاول تضع بتاع التلفزيون يعني هناك او في الاعلى هناك. احتمالي يشتغل او يبقى افضل. طبعا طريب بيجوارها حجم الاتنين. ممكن يجوارها طول مصدر. ممكن يجوارها فعلي في ايه. زي ما اخدنا في الوحدة ستة القادة بتاعة الفعلي زياد المصدر. او طول مصدر والفعلي هو في ايه. طبعا try to زياد المصدر. نقولنا قبل كده معناها ان هو واحد بيحاول يعمل الشيء ده. بيبزي المجهود يعني. لكن try والفعلي في ايه جي هو بيجرب يقوم بالشيء عشان يشوف النتيجة قدامه. باقي دول الوقت يقول لك ايه. ارفع الارية الفو عشان ايه. احتمالي يشتغل كويس. فبالتالي هنا الافضل letter b. يبقى try putting. يجرب لك يرى الشيء او نتيجة الشيء امامه. number fourteen. nurses after patients in hospitals. it's their job. ممرضات. طبعا بتعتني بالمرضى في المستشفيات لانه دي اتو وظيفتهم. ايه اللي تيجي مع كلمة after معناها هيعتني بيه. طبعا تبقى كلمة look. طب يترى look ولا looks. nurses اسم جامعة بيجرب فعلي مصدر يبقى letter c. تمام. ناخد عكاة الكمبرهنشن. وقلنا طبعا بنستخدم skim and scan. وقلنا skim. كراءة عابرة. وسكان ديت كراءة بتطقيق شوية لما نقرأ الاسئلة عشان نوصل للاجابات. نقرأ نور المعاني ونحل الاسئلة. people may be divided into two groups. ولكن الناس ممكنين نقسمهم الى مجموعتين. winners and losers. الفائزون والخاسرون. because our families and friends have a great effect on us. ولنا طبعا اصرنا. واصدقانا لهم طبعا تأثير علينا. as we grow. وحنا بنكبر. we are born hopeless and dependent on our environment. طبعا بنتولد. hopeless بلا امل. وكمان معتمدين على البيئة المحطبين. winners are able to change their situations. الفائزون دول في الحياة يقدروا يغيرهم المواقف اللي هم فيها. and they become independent by being responsible. ويصبحهم طبعا مستقلين. انهم الخاصة بهم. they don't blame others. هم طبعا ما بيلوموش الاخرين. for their mistakes. على اخطاءهم. they do their own thinking. هم بيعملهم الشيء بتفكرهم الخاص. they listen to. بيستمعهم. كويس. think of what they say. بيفكروا في اللهم ما هيقولو. and then they make their decisions. وطبعا بيتخذوا قرارتهم. although they may fall all times. او at times. احتمال. يعني ممكن يفشلهم. او يقعهم في بعض الاوقات. yet they keep self confidence. طبعا ايه بس برضو هما بيحتفظهم بالثقة بالنفس. winners overcome their bad experiences. الفائزون طبعا بيتغلبهم على الخبرات والتغربة السيئة. they enjoy work. بيستمتع بالعمل. play. اللعب. food. الطعام. and the world of nature. والعالم الطبيعة اللي حواليهم. they freely enjoy themselves. هما طبعا بيستمتعهم. بوقتهم كويس جدا بحرية. but they can give it up. if duty calls. لكن هما طبعا ممكن ايه. يعني يبعدهم عن المرح والمتعة بتاعتهم. اذا نادى عليهم الواجب. يعني لو كان في حالة ضرورية يعملوها. بيسيبوا المرح اللي هما فيه. وطبعا يلبهم النداء. فكرة التانية. losers on the other hand never learn to take responsibility for their own lives. الخاصرون بقى على الجانب الاخر. on the other hand. طبعا عمرهم اعادة بيتعلمهم ان هما يتولوا المسئولية عن حياتهم الخاصة. there are many reasons why people can become losers. في عذاب كتيرة ليه الناس بتصبح خاصرة. disease ممكن المرض. poor food. الطعام السيء. cruelty. القصوة. unhappy relationships. العلاقات غير السعيدة. and bad experiences. وطبعا التجارب والخبرات السيئة. these can slow down the normal progress towards becoming a winner. طبعا ده بايه بيبطأ السرعة بتاعتهم الطبيعية. ان هما يعني بالنسبة للتقدم الطبيعي بتاعهم في اتجاه ان هما يصبحهم فائزون. يعني وصولهم ان هما يبقوا فائزون بتبقى الموضوع بطيء شوي. but whereas winners fight these situations. يقول لك حينما بقى الفائزون طبعا بيعملوا ايه بيواقهم هذه المواقف يعني. losers don't do anything. الخاصرون بيعملوش اي حاج. and use them as excuses. بيستخدموا الموضوع ده كاعتذارات ليهم. losers usually feel anxious. الخاصرون عادة بيشعرهم بالقلق. unhappy. عدم السعادة. and bored. والملل. they are afraid to try new things. بيبخايفين يجربوا حاجات جديدة. and repeat their own mistakes. وبيقعوا في نفس الأخطاء ويقرروها. again and again. losers spend their lives waiting for something wonderful to happen. الخاصرون دايما بينتظرهم يعني شيء مزهل ورائح في حياتهم يحصل. to save them from their problems عشان ينقذهم من ايه من حياتهم ومشاكلهم يعني. عشان ينقذهم من مشاكلهم. with their lives but never try to change. لكن عمورهم ابدا بيحاولهم يغيرهم. يعني واحد يستنى ان هو مسلا يكسب مليون جنيه في برنامج ولا في جايزة ولا اي حاجة بيقوله على هديئة عشان تغير حياته. طبعا ده يطور ايه من الخاصرون. اول سؤال عندنا. the passage is mainly about. القطعة اساسا عن ايه? طبعا بتكلم على winners and losers الفائزون والخاصرون. number two. when the winners fall at times. لما الفائزون بيقعوا في بعض الاوقات. they طبعا بيعملوا ايه? keep their self confidence. طبعا بيحافظهم ايه? بيحتفظوا برضو بثقاتهم بنفسهم. بيتهزوش يعني. number three. winners can change their own ideas by. الفائزون. ممكن يغيرهم. الافكار الخاصة بيهم by. عن طريق ايه? طبعا هنا being in charge of their own lives. طبعا هنا كلمة be in charge of مسؤول عن. جات لنا في القطعة responsibility. هنا نفس المعنى in charge of مسؤول عن. ان هما يبقوا مسؤولين عن حياتهم الخاصة. فبالتالي هما يقدرهم يغيرهم ايه? الافكار اللي موجود عنده. number four. the verb overcome can have the meaning of. كلمة overcome. لها نفس المعنى بتاع ايه? overcome يعني يتغلب على بتساوي get over. تمام? losers need. الخاصرون بيحتاجوا ايه? طبعا هنا بيحتاجهم to learn from their mistakes. يتعلموا من اخطاهم. تمام? number six. which of the following is correct? ايه من التالي يعتبر صحيح. طبعا يقول هنا. الصحيح هنا ان الناس ممكن طبعا ايه? ممكن يعني تسقط في اوقات او تقع في اوقات لكن مش كل الاوقات. يبادئت. number seven winners are. الفائزون يعتبروا ايه? طبعا هنا responsible. يعني ايه? يعني مسؤولين طبعا عندهم مسؤولية. ناخد بقى كده سؤال translation الترجمة. قولنا كلمنا قبل كده على الترجمة. فول محافظة. علناها محافظة القاهرة قبل النمازج بتاعة المعاصر. علينا محافظة القاهرة. في دقيقة تقريبا عشرين في الفيديو الاولاني. الرابط موجود في الوصف اسفل الفيديو. تقريبا ثلاثة اربعة دقائية. لخصنا فيهم الموضوع بتاعة الترجمة الاختياري. نبدأ معاول جملة. هتقرأ طبعا ممكن تقسم الجملة عشان ما اتوش واستبعد الاجابة الخطأ. خلي بالك من التشبه في الحروف. يتشبه في المعاني. والجرامر مهم جدا انت بتحل. نشوف اول حاجة لتر ايه? لقد اصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا في التعليم. ومصر قال لي هنا التكنولوجيا بس سوى مودرن تكنولوجي. ده التكنولوجيا الحديث يبقى هنا ناس كلمة يبقى المعنى هي بقى ناقص وغلط. لقد اصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم. جابها لنا المرة دي هاو. ها التكنولوجيا لا يمكنها انتج على التعليم استنى. تكنولوجيا لا يمكنها ازاي? بقى كلمة لا يمكنها خطأ. لقد اصبح من الضروري عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم. ازاي بقى عدم استخدام? ده اقول هنا استخدام. لكلمة عدم دي غلط. لتر دي طبعا هتبقى صحة ونأكد عليها لقد أصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم فالتكنولوجيا يمكنها أن تجعل التعليم أسهل وأكثر إمتاعا وفاعلية بما فعلا إجابتنا دي هتتبقى letter A letter D نشوف الترجمة الثاني العرب الإنجليزي إن الأسرة النجاحة هي أساس المجتمع الناجح فالأسرة تعلمنا كيف نكون أعضاء صالحين ومفيدين في مجتمعاتنا شوفوا الحاجة بولي هنا استنى يا مصر إنت قلت فوق هي أساس المجتمع تصرص معناها مظري يبقى هنا صرص دي غلط دي طربي A successful family is the foundation of a successful society لا دي مضبوطة كمل The family teaches us how to be good and useful members in our societies تمام طب نشوف C و D غلط لي A successful family is the foundation of a successful society The family teaches us how to be good and useful members ولا دي لا دي numbers يبقى numbers غلط لطر دي A successful family is the foundation of a successful society The family teaches us how to be a good and useful members إزاي هنا يقول A عشان members ما هي A جاي عشان كلمة members يبقى هنا غلط أفروض ما كانش يجابها أصلا يبقى إجابتنا فعلا الصحة تبقى لطربي تمام ناخد بقى كده أسرة بتفكير النقدي أو الحاجة طبعا زي ما خدنا في أول قصة بتاعتنا الكابتن كان بقى أحد يحكي قصص وحاجات والحاجة اللي هو جيم اللي هو أنيسيها بعد كده أقول لك في رأيك ليه جيم نسي كل حاجة عن القصة بتاعت الكابتن ممكن نقول I think because his father died طبعا لأنه بوهمات and he felt terrible وكان إحساسه سيئي جدا and forgot all about the strange things that the captain told him ونسوا كل الأشياء الغريبة اللي كابتن قاله له ناخد بقى السؤال الثاني If you find it You will be all rich أو you will all be rich لو وجدتوها كلك هتبقوا أغنية Sid the blind man الراجل اللي هو الأعمى قال الكلام ده What do you think this sentence means يا طرف رأيك الجملة ديت تعني إيه ممكن نقول هنا It means that if the attackers معناها طبعا اللي هو المهاجمين found the map they would find the treasure لو وجدوا الخريطة هيجدوا الكنز then they would be very rich هتبقوا أغنية جدا نامر ثري Despite his disability Silver had great experience in selling رغم من إيه الأعقاء بتاعته Silver كان عنده خبرة كبيرة جدا في الإيه في الإبحار Do you agree why and why not هل تطفق مع كلام ده لو قلت أيها هتقول لي لو قلت لا هتقول لي لا ممكن نقول هنا yes I agree طبعا أنا أتطفق مع كلام ده ليه بقى because he knew everything about chips and the sea كان يعرف كل حاجة عن السكن وعن البحر فبالتالي وها كان عنده خبرة كبيرة في الإبحار آخر سؤال معنا النهاردة رأي تاني ساي of about 150 words اكتب مقال 150 كلمة معنى إيه review of a novel you have read اكتب مقال نقدي أو مراجعة لرواية أنت قرأتها قبل كده طبعا نكلمنا على إزاي تكتب مقال وأجزاء المقال في الفيديو الأولين برضو الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو اللي هو بتاع محافظة القاهرة في ديئة 27 ثلاثة أربعة ديئة برضو اللخصونا مكانية المقال والمقدمات والخاتمات وكلام ده كله وزي ما عدتكم في أول فيديو المقال جاهز عبارة عن مقدمة موضوع خاتمة بيكلم على قصة هاري بوتر طبعا اتعملت سلسلة الفلام كتيرة وكمان من ترجم عشان طبعا ما عندكش وقت كتير تعد تترجم وتعمل فأنا بسهل عليك الموضوع جدا فطبعا الرابط بتاع المقال ده هيبقى ان شاء الله والمقالات التانية هعملهم كلهم في رابط واحد عشان هسهل عليكم في الوصف أسفل الفيديو احنا كده وصلنا لآخر حلقة النهاردة اه عجبك الفيديو متلسلش يعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل جرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمي اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته